هناك حادثة نقلت عن زرارة ابن أعيان وهو من أصحاب إمامنا الصادق صلوات الله عليه وكذلك من أصحاب إمامنا الباخر حديثنا عن الصادق زرارة من أبرز وأوجه أصحاب إمامنا الصادق في الفترة التي اشتد مرض إمامنا الصادق في المدينة قبل استشهاده في آخر حياته صلوات الله عليه زرارة أيضا أصيب بمرض ولم يتمكن من السفر إلى الحجاز وبقي على مرضه حتى توفي زرارة بعد استشهاد إمامنا الصادق ربما بشهرين بعد شهادة إمامنا الصادق توفي زرارة بفترة قصيرة لما وصل خبر شهادة إمامنا الصادق إلى الكوفة وزرارة كان في الكوفة زرارة عراقي كوفي لما وصل الخبر زرارة أرسل ولده عبيد لماذا؟ فقد وصل الخبر إلى الكوفة من أن الإمام من بعد الصادق هو عبد الله ولده الأكبر فحدث طراب عند الشيعة خصوصا عند الذين يعرفون من أن الإمام الصادق قد نص على الكاظم صلوات الله عليه فما الذي حدث في المدينة؟ زرارة بعث بولده عبيد إلى المدينة كي يعرف الأخبار قطعا الشيعة سيرجعون إلي زرارة استعمل أسلوبا لأجل القضاء على الفتنة أن أخذ مصحفا أخذ القرآن ووضعه على صدره وقال من أنني أدين بالإمام الذي هو موجود في هذا المصحف وقد بيّنت لكم من أن القرآن ذكر الأئمة ذكرهم في الجزء الثاني القرآن الذي يريد الله مننا أن نتدبره أفلا يتدبرون القرآن نتدبر ماذا نتدبر المصحف وفقا للمنهج العمري أو وفقا لبيعة الغدير وفقا لبيعة الغدير هناك جزء يلحق بالمصحف لتفسير المصحف حديث العترة علينا أن نجمع بين الجزء الأول المصحف الذي لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم هؤلاء الأغبياء المخالفون يقولون من أن الراسخين في العلم لا يعلمون بتأويل القرآن وإنما يؤمنون به أنا أقول لهؤلاء الأغبياء الله يصفهم بأنهم راسخون في العلم فكيف لا يعلمون فكيف يصفهم الله بأنهم راسخون في العلم وهم لا يعلمون هذا استهزاء بالله واستهزاء بالعلم واستهزاء باللغة واستهزاء بالقرآن واستهزاء بمحمد وآل محمد الراسخون في العلم سيدهم محمد فهل أن محمد لا يعرف قرآنه أي منطق هذا القرآن حينما يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم محمد داخل فيهم أو لا إذا كان محمد داخلا فيهم هذا يعني أن محمد لا يعرف قرآنه إذن كيف يقول القرآن من أن محمد هو الذي يبين معاني القرآن تلاحظون ضلال النواصب أنا لا أريد أن أقف طويلا عند هذا المضمون ولكن أشير إلى طاحت حظ الشيعة اللي يرحون يركضون وراهم أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء يرحون يركضون وراهم زرارة هكذا قال قال من أنني أدين بالإمام الموجود في هذا القرآن لأن زرارة يعلم أن الكاظمة مذكور في القرآن في الجزء الثاني في الأحاديث التفسيرية لأننا إذا أخذنا المصحفة من دون أحاديثهم فقد ذهبنا إلى الضلال ما إن تمسكتم بهما بهما لن تضلوا بعد أبدا يعني إذا لم تتمسكوا بهما فأنتم ذاهبون إلى الضلال الكلام الكلام واضح والقضية بينة لا شأن لنا بالمخالفين فليذهبوا إلى الجعيم ولا شأن لنا بنواصب سقيفة بني نجف فليذهبوا إلى الجعيم هذه الحقائق بين أيدينا واضحة صريحة هؤلاء الثولان من آيات الله العظمى من آيات الشيطان العظمى يأخذون هذه الصورة مثلا هناك صور أخرى أنا لا أريد أن أتحدث عن كل الصور وإنما أخذت أهم صورة يتحججون بها يقولون هذا زرارة وهو لا يعرف الإمام الكاب إذن الإمام صادق لم يشخص الإمام من بعده ثولان ثولان أغبياء غبران فماذا نصنع لهم أعرض لكم على سبيل المثال الوثيقة الرابعة من مجموعة وثائق المرجع المعاصر كمال الحيدري من الحلقة الأولى من برنامج بصراحة ماذا جاء في هذه الوثيقة كمال الحيدري يتحدث مع تلامذته عن أي موضوع عن أنه لا فائدة من الاعتقاد بحيات صاحب الزمان وهو يبين شكوكه من أنه ليس هناك من صاحب الزمان مات أو ربما سيولد الاحتمالات مفتوحة ثم يضرب مثالا وهذا المثال يأتي في أول الوثيقة في أول حديثه في هذه الوثيقة يشير إلى أن زرارة لم يكن عارفا بالإمام من بعد الإمام الصادق ولذا فإنه جاء بالمصحف وقال من أنني أعتقد بالإمام المذكور في هذا المصحف كمان الحيدر يقول بالنسبة للذي لا يعتقد بحياتي الإمام الحجة بإمكانه أن يفعل هذا فأن يقول من أنني أدين بإمامة الإمام الذي هو في هذا المصحف قطعا هو لا يتحدث عن نفسه هو يريد أن يجعل هذا حلا للشيعة أما هو قضية الأقفطي هو لا يعتقد أساسا بحياتي 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 مراجع مراجع الدين ومن واقع حوزة كربلاء فهذا من حوزة كربلاء ومن واقع حوزة النجف فهذا من حوزة النجف هذا من حوزة محمد الشيرازي ومن حوزة محمد باقر الصدر ومن حوزة الخوئي ومن حوزة قم من الحوزة العرفانية رجاء اعرضوا لنا الوثيقة اتمنى على المشاهدين ان يدققوا في كلامه بامكانهم مؤلاء مثل الزرارة يخلي كتاب الله على قلبه على صدره يقول لمن جعلته اماما انا اعتقد شوه بامامه بامامه والسلام عليكم ورحمة الله كقضية انشاء فيه اصلا حياته الهي اذا كان حيا والله انا مبايعه يومين الى مكان حيا الله اذا كان معصوما انا معتقد شوه باسمه انا فقط سؤال عندي اصلا هو اساسا الاعتقاد لان بحياته وعدالحياة شوه اسر جيبولي بالدليل يقول بانه اساسا له اسر لا 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 اثرا شنو انا اعتقد بحياته او لا اعتقد شوه اذا كان اماني امامه الآن ظاهر وحي ويترتب على اخذ منه الدين او لا اخذ يترتب منه اما الان انا والسنى انا والسنى هو لا يعتقد بحياتي وانا اعتقد شنو بحياتي ما الاثر المتوجه اطلق اثرا شنو انا اشترك الكلام في وجوده تعالى انا والكافر انا والكافر منه لا شنو اقوم نبي اقوم لا 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 اثر اقوم انا مقصود اين اثره اين اثره اللي الآن يرتبط يغيره من حياة الشيء ذاك إذا اعتقد الله موجود لا بس اعتقده بشأنه لا اعتقد بأنه نبي ده والنبي يجب ثواب وعقاب ويجب آخر ويقلط لهذاك الصاحب نيف وشيزه يمكن ويقول الله حتى يخلص منه وإلا ألف أثر أكو إهنان إذا أنا أقول يترطب علي أثر يعني شأنه يحتفين ما بنحقه ارتباط بالكتروني ارتباط معلاء معجز تفويني أبد كل هذه كلها لا دليل عليها هذا مؤثر هذا هذا الأثر إن تسويته مؤثر منه يعني الآن الكثير أنا أنا لا أعتقد بأنه لابد أصدق عنه لأنه أعطى الولاية إليه أنه هذا المال أنا أتطرف به فشيني بركوية هذه قضية مصمومية لا بواضح ولا نقل الولاية من المقبلية أياه من الإمام 11 من الإمام 11 عندك روايات مو لا مصصادق ما ما مصصادق وهاك بروايات روايات الهاتف الثقيقة وما مرتبطة بالحجة أي أثر ما يترتب أنا قلت الآن السني قاعد ألان ويجاني بالعالم السني قال لي بابا أحنا ما نعتقدون فيه أنتم تعتقدون قلوا بأنتم شنو فرقكم تأخذون دينكم من العلماء خسنا مالتنا بأخذون مني علماء علماءكم قد يصيبون وقد يغطيهم علماءنا قد يصيبون شنو وقد يخطم إلا ونتودي تودي وساطة الفائد آذر هل لم يعمل آثار ملموسة وغير ملموسة لعلها موجودة الحقيقة أحسن لا أسترغم البشر بس أقول هذا ملموس إنه يهتم أثره لا أثر مثل قبيل واحد يعتقد أن الحجة وسطة الفائد صحيح هذا الأثر من ينتهي واحد ما أنت تقول أصلا لا أعتقد أنت حياتك تكونين تتعين شيء الذي آمن لا يضيفه شيء والذي أنكر لا ينقصه شيء شيء إذن ما هو الثبرة ولهذا أنا معتقد شخصا أنه هذا وما القضية التنكيذ على حياته هذه تكامل شيء لماذا أنه هم شافوا إذا ما يرتدون على حياته ما يقدرون أنطلون مشروعية لدور المجل أو يتميزون وهكذا أعتقد أن الكلام واضح في بداية الوثيقة تحدث عن قضية زرارة وطبقها على مسألة الاعتقاد بحياة إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه أنا لا أريد أن أناقش ولا أريد أن أتحدث عن ما تحدث به كمال الحيدري هذا الموضوع تحدثت عنه مرارا فيما سلف إنما جئت به مثالا سأقرأ عليكم الرواية التي أشار إليها والتي أشرت إليها قبل الوثيقة المصدر الذي بين يديه هو رجال الكش وهو من كتبنا القديمة وهذه الطبعة طبعة مركز نشر آثار العلامة المصطفوي إنها الطبعة الرابعة 2004 ميلاد طهران إيران صفحة 154 رقم الحديث 252 بسنده عن جميل بن دراج وهو من خيرة أصحاب إمامنا الصادق صلوات الله عليه عن جميل بن دراج قال ما رأيت رجلا مثل زرارة ابن أعين وهناك من يقرأها أعين ما رأيت رجلا مثل زرارة ابن أعين إنا كنا نختلف إليه يعني كبار صحابة الصادق جميل يقول إن كنا نختلف إليه فما نكون حوله إلا بمنزلة الصبيان في الكتاب حول المعلم معروف من أنه هو الأفقة بين فقهائي أصحاب الصادق صلوات الله وسلامه عليه من خوف إمامنا الصادق عليه أظهر لعنه وأظهر البراءة منه حتى لا يقترب منه أعداء أهل البيت حتى لا يقتله العباسيون جميل جميل ابن دراج هكذا يقول ما رأيت رجلا مثل زرارة ابن أعين إنا كنا نختلف إليه أصحاب الصادق الكبار منهم فما نكون حوله إلا بمنزلة الصبيان في الكتاب حول المعلم فلما مضى أبو عبد الله بعد استشهاده صلوات الله عليه بعد استشهاد الصادق وجلس عبد الله عبد الله الأفطح الإبن الأكبر للإمام الصادق وجلس عبد الله مجلسه ووصل الخبر إلى العراق إلى الكوفة بعث زرارة عبيد ابنه زائرا عنه ليعرف الخبر ويأتيه بصحته ما الذي حدث في المدينة ومرض زرارة مرضا شديدا قبل أن يوافيه عبيد قبل أن يعود من المدينة فلما حضرته الوفاة دعا بالمصحف فوضعه على صدره ثم قبله قال جميل جميل ابن دراج فحكى جماعة ممن حضره ممن حضر هذا المجلس أنه قال اللهم إني ألقاك يوم القيامة وإمامي من بيّنت في هذا المصحف إمامته أين تبينت إمامته في ألفاظ المصحف لا يوجد ما يشير إلى ذلك وإذا جاء مذكورا في ألفاظ المصحف قد يأتي بطريقة الرمز قد يأتي بطريقة التلويح بطريقة الإشارة إنه تفسيرهم إنه حديثهم كما قلت لكم الجزء الأول المصحف الجزء الثاني حديث أهل البيت في تفسير قرآنهم وهذا هو الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير زرارة هنا يطبق بيعة الغدير يطبق مضمون بيعة الغدير كبار أصحاب الإمام الصادق يجلسون حوله بمنزلة الصبيان في الكتاب حول المعلم وهو لا يعرف إمامه أي منطق هذا أي منطق هذا هؤلاء حملة أسرار الصادق صلوات الله وسلامه عليه هؤلاء فقهاء الشيعة اللهم إني ألقاك يوم القيامة وإمامي من بيّنت في هذا المصحف إمامته اللهم إني أحل حلاله أحل حلال المصحف أين تفاصيل الحلال المصحف بألفاظه هل فيه كل الحلال كل التفاصيل التفاصيل في الجزء الثاني في حديث أهل البيت اللهم إني أحل حلاله وأحرم حرامه زرارة هذا كان شاعرا وأديبا وفصيحا وبليغا وكان من أجمل الناس وجها وجسما كان وسيما جدا زرارة كان وسيما كان أبيض البشرة مشرقا وكان جسيما كان جميل الجسم وجميل الوجه كان بهيا وكان شاعرا وأديبا ومتحدثا فصيحا بليغا ها هو جميل ابن دراج يقول نحن إذا جئنا إليه جلسنا حوله بمنزلة الصبيان في الكتاب حول المعلم هذا زرارته وهو لا يعرف الإمام من بعد الإمام الصادق أنا ما أدري ذولم طاية وإحنا نسميهم علماء مراجع لا أتحدث عن كمال الحيدري فقط أتحدث عن الجميع لأن الجميع يرددون هذا الهراء هذا الهراء يردده الجميع اللهم إني أحل حلاله وأحرم حرامه وأؤمن بمحكمه ومتشابهه وناسخه ومنسوخه وخاصه وعامه على ذلك أحيا وعليه أموت إن شاء الله تفاصيل هذا أين يجدها زرارة في حديثهم في حديثهم الذي كان يحفظه تفاصيل هذا في قلبه وعخله هو أفقه أصحاب صادق صلوات الله على الصادق اللهم إني ألقاك يوم القيامة طبقوا هذا الكلام مع البيانات التي حدثتكم بها يوم أمس إذا كنتم تتذكرونها عن قضية ذكر الأئمة في القرآن اللهم إني ألقاك يوم القيامة وإمامي من بينت في هذا المصحف إمامته اللهم إني أحل حلاله وأحرم حرامه وأؤمن بمحكمه ومتشابهه وناسخه ومنسوخه وخاصه وعامه على ذلك أحيا وعليه أموت إن شاء الله يأتون إلى هذه الحادثة لا يفقهون معناها ويخرجونها من سياقها لا يفقهون هذا الكلام زرارة يتحدث بأسلوب أهل البيت منطقه منطق صادق فهذا الأسلوب هو أسلوب حديثهم وهذا الكلام كلامهم لا يفقهون هذا الكلام ويخرجون الحادثة من سياقها يجعلون زرارة جاهلا بأئمته وهو لا يعرف سلسلة الأئمة الاثني عشر مع أنها مذكورة منذ زمان رسول الله فضلا عما كان قبل رسول الله ولكننا نتحدث عن ذكرهم وعن أسمائهم منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وهذا العلم كان معروفا ومنتشرا بين أصحاب الأئمة صلوات الله عليهم فكيف بزرارة المشكلة في الشيعة هم الذين لا يفقهون في رموزهم هم الذين لا يفقهون هذه الوقائع ويخرجونها من سياقها وأنا لا أستطيع أن أسلط الضوء على كل الوقائع إنما اخترت أهم هذه الوقائع سأقرأ عليكم مما جاء في شأن زرارة ابن أعين وزرارة هذا يبدو من القرائن التي بين أيدينا من أنه أوروبي من أوروبا من القرائن التي بين أيدينا هناك من يشير إلى أنه فارسي لكن أكثر القرائن تشير إلى أوروبيته فهو رومي وما ذكر من جماله ومن بشرته البيضاء ومن أنه كان إذا خرج في يوم الجمعة وقد لبس بورنسا أسود كان يلفت أنظار الناس الذين يتجمعون ل صلاة الجمعة قد يشكل هذا قرينة من أن شكله ليس كالأشكال التي تعارف الناس عليها لا أريد الخوض في مثل هذه التفاصيل هذا الكلام ما هو من عندي هذا الكلام مسطر في الكتب في كتب الرجال والسير والتأريخ زرارة من أصحاب صادق صلوات الله وسلامه عليه وفي الحقيقة الزرارة ما هو باسمه لكنه صار اسماً له زرارة كان لقباً له وقد تسألون عن معنى زرارة زرارة اسم للأزرار التي توجد في الثياب أليس للثياب من أزرار الجمع أزرار الجمع أزرار المفرد قد يقال له زر من الأزرار وقد يقال له زرارة الزرارة زر من الأزرار وزرارة المعصومة زر الأرض سبب ثباتها إنه الجبل الثابت الراسخ الزرارة الجبل الثابت الراسخ لا أريد أن أطيل الكلام في هذا ليس مهم اسم زرارة الحقيقي هو عبد ربه ولذا إمامنا الصادق يقول له يا زرارة إن اسمك في الجنان ما فيه حرف ألف لأن اسم زرارة فيه حرف ألف الإمام يقول له إن اسمك في الجنان أراه ما فيه حرف ألف فيقول يا ابن رسول الله اسمي عبد ربه عبد ربه وزرارة لقب لقبت به أقرأ عليكم من رجال الكشي إنها الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل صفحة 103 رقم الحديث 208 إمامنا الصادق يقول لزرارة يا زرارة إن اسمك في أسام أهل الجنة بغير ألف بغير ألف قلت نعم جعلت في ذاك اسمي عبد ربه ولكني لقبته بزرارة 209 رقم الحديث عن هشام بن سالم عن زرارة قال أسمع والله بالحرف بالحرف يعني بالحديث بالكلام أسمع والله بالحرف من جعفر بن محمد من الفتية فأزداد به إيمانا أسمع الحديث من الصادق في الفتية الفتية ليست بالضرورة أن تكون في الحلال والحرام الفتية تكون في تفسير القرآن والفتية تكون في مختلف المعارث والفتية تكون في بيان العقائد ومعالم الدين والفتية تكون في الحلال والحرام شاع في أزماننا أن الفتية تكون لصيقة بالحلال والحرام الفتية تكون في القرآن وفي العقائد وفي المعارف وحتى في سائر أبواب العلوم والمعارف الأخرى وإن لم تكن دينية الفتية بيان الرأي بيان الحقيقة أسمع والله بالحرف من جعفر بن محمد من الفتية فأزداد به إيمان زرارة إلى أي شيء يشير يشير إلى حقيقة مهمة إلى أهمية الرواية من هنا فإن الأئمة أرجعونا إلى الكتب في الحالات الاستثنائية إذا لم يكن هناك من رواة وإلا فإن الأئمة أرجعونا إلى الرواة وطلبوا منا أن نميز بينهم على أساس ما يحسنون من رواياتهم عنهم صلوات الله عليهم وإحسان وإحسان الرواية حفظها بالنص المعصومي أو بالمضمون المعصومي بشكل دقيق وإحسان الرواية معرفة معناها وإحسان الرواية إلقاءها بشكل فصيح بليغ وإحسان الرواية عدم اللحن في قراءتها وإحسان الرواية هو في جمال إلقائها أعرف منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من روايتهم عننا وفهمهم منا حينما نسمع الرواية من الراوي لها تأثير كبير تأثير تكويني إذا كان الراوي صادق النية في خدمته لأئمته وإذا كان الراوي محسنا في روايته وإذا كان الراوي فصيحا بليغا في نطقه وإذا كان الراوي على دراية ومعرفة في فهم ما يقول وإذا كان الراوي عارفا من أن الذي يقوله هو قولهم وحديثهم فحينما نستمع إليه يترك ذلك أثرا تكوينيا على مسامعنا وعلى عقولنا إنها عملية تطهير ماذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة كلامكم نور كلامكم نور الكلام هو الذي ينطلق من الألسنة الكلام لا يكتب على الورق الذي يكتب على الورق هو لحاجتنا إليه مثل ما قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه آمرا أصحابه بالكتابة لماذا لأن القلب يتكل على الكتابة وآفة العلم النسيان وإلا فإن الأصل في الرواية المنطوقة والأصل فيها مضمونها من هنا أجاز لنا أن ننقل المضمون هذا المضمون إذا وصل إلى مسامع الشيعي من الراوي الذي يتصف بالمواصفات المطلوبة عند إمام زماننا سيكون لهذه الرواية التي يتلقاها الشيعي سيكون لهذه الرواية من الأثر التكويني من الأثر التطهيري وأحد أسباب إعراضي عن التأليف على الورق وأن أؤلف عبر التلفزيون هو هذا أحد الأسباب هو هذا ولذا فإن زرارة هكذا يقول حينما أسمع الكلام من الصادق أزداد به بالكلام إيمانا التعبير دقيق من زرارة أسمع والله بالحرف من جعفر بن محمد من الفتية فأزداد به ما قال فأزداد من الصادق قال فأزداد به بحديث الصادق إيمانا لأن زرارة ناظر هنا إلى أهمية الرواية وإلا فالصادق هو أصل الإيمان وهو أصل الدين لا حاجة للحديث عن هذا الموضوع فهذا واضح لديكم لكن زرارة يريد أن يبين هذه الحقيقة كلامكم نور ليس الذي على الورق الذي على الورق هو نور ولكن في درجة ضعيفة ليس كالكلام المنطوق ولذا فإن الأئمة يصرون على رواية الحديث يصرون على الرجوع إلى الرواد وليس إلى الكتب وإنما نعود إلى الكتب لحاجتنا إليها هذه قضية مهمة لا بد أن يلتفت إليها لا بد أن نفرق بين الكلام المنطوق عن أهل البيت وبين الكلام المكتوب الكلام المكتوب يأتي متأخرا عن الكلام المنطوق زرارة يقول أسمع والله بالحرف من جعفر بن محمد من الفتية فأزداد به إيمانا الحديث الذي بعده ميتان وعشرة من الصفحة مية وثلاثة وثلاثين من المصدر نفسه الذي أشرت إليه قبل قلي بسنده بسند الكش عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله للصادق صلوات الله عليه إن أباك يعني الباكر صلوات على الباكر إن أباك حدثني أن الزبير والمقداد وسلمان الفارسي حلقوا رؤوسهم ليقاتل أبا بكر حديث موجود في كتبنا فقال لي موطن الشاهد هنا فقال لي الصادق يقول لأبي بصير لو لا زرارة لظننت أن أحاديث أبي ستذهب أي أحاديث أحاديث الحيض والاستحاض أم أحاديث أسماء الأئمة أي أحاديث هذه حقائق الدين أم هي أحكام بيت الخلاء مهمة أحكام الحيض والاستحاض مهمة أحكام بيت الخلاء ولكن ما مقدار أهميتها بالقياس إلى أحاديث العقائد والإمامة إلى أحاديث تفسير القرآن وأحاديث المعارف والأسرار لو لا زرارة لظننت أن أحاديث أبي ستذهب فهل عالم كهذا وهل شخصية كهذا له يكون عارفا بإمام زمانه الذي يكون إماما بعد إمامه أصادق هذا الكلام منطقي صفحة 135 حديث 215 بسنده عن أبي العباس الفضلي ابن عبد الملك قال سمعت الصادق صلوات الله عليه يقول أحب الناس إلي أحياء وأموات أربعة أحب الناس كيف كانت لهم هذه المنزلة أول شرط العقيدة السليمة الكاملة أول شرط أحب الناس إلي أحياء وأموات أربعة منهم بريت ابن معاوية العجلي وزرارة ومحمد ابن مسلم والأحول الأحول هو مؤمن الطاق محمد ابن النعمان الأحول والأحول وهم أحب الناس إلي أحياء وأموات حديث 216 حديث طويل المفضل ابن عمر يقول دخل الفيض ابن المختار ألخص لكم الحديث دخل الفيض ابن المختار وهو من عيون أصحاب الصادق صلوات الله عليه دخل على الصادق وتحدث معه إلى أن بين للإمام الصادق امتعاضه من الشيعة في الكوفة ومن اختلافهم وقال ما قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إلى أن قال له فإذا أردت بحديثنا فعليك بهذا الجالس فإذا أردت بحديثنا فعليك بهذا الجالس وأومأ إلى رجل من أصحابه فسألت أصحابنا عنه فقالوا زرارة ابن أعين إمامنا الصادق يقول رحم الله زرارة ابن أعين لولا زرارة ابن أعين لولا زرارة ونظراؤه ونظراؤه من أمثال محمد بن مسلم من أمثال بريد العجلي لولا زرارة ونظراؤه لن درست أحاديث أبي لضاعت لما بقي لها من أثر هؤلاء هم حماة حديث أهل البيت فكيف لا يعرفون إمامه أي منطق هذا في حديث آخر بسنده بسند الكش عن أبي عبيدة الحذاء وهو شخصية شيعية معروفة أيضا من أصحاب الصادق صلوات الله وسلامه عليه أبو عبيدة الحذاء يقول سمعت أبا عبد الله سمع الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول زرارة وأبو بصير ومحمد بن مسلم وبريد هو بريد ابن معاوية العجلي من الذين قال الله تعالى والسابقون والسابقون السابقون أولئك المقربون هذه سورة الواقعة ماذا تقول سورة الواقعة حين قسمت ثلة من الأولين من الأمم السابقة وقليل من الآخرين زرارة من هذه الثلة ومن هذه القلة هذه الآية من الآية العاشرة بعد البسملة من سورة الواقعة وما بعدها والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين حينما تحدث القرآن عن أصحاب الميمنة فهم في المرتبة دون السابقين ولذلك هم أكثر عددا منهم هكذا قال القرآن متحدثا عن أصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين هؤلاء أصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين بينما السابقون هكذا جاء في وصفهم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين زرارة من هؤلاء كيف يكون في هذه المرتبة وهو لا يعرف إمامه أي منطق هذا أي ثول وغباء هذا الإمام الصادق هكذا يقول زرارة زرارة وأبو بصير ومحمد ابن مسلم وبريد من الذين قال الله تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون في حديث آخر عن سليمان بن خالد الأقطع قال سمعت الصادق صلوات الله عليه يقول ما أحد أحيا ذكرنا وأحاديث أبي إلا زرارة وأبو بصير ليث المرادي ومحمد ابن مسلم وبريد ابن معاوية العجلي ولولا هؤلاء ما كان أحد يستنبط هذا يدرك العقيدة الصحيحة من دين محمد وآل محمد هؤلاء حفاظ الدين وأمناء أبي على حلال الله وحرام وهم السابقون إلينا في الدنيا والسابقون إلينا في الآخرة هذا هو زرارة فكيف يكون جاهلا بإمامه هذا الذي يوصف بهذه الأوصاف كيف يكون جاهلا بإمامه هكذا يروي لنا سليمان ابن خالد الأقطع عن الصادق صلوات الله عليه ما أحد أحيا ذكرنا وأحاديث أبي إلا زرارته وأبو بصير ليث المرادي ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي ولولا هؤلاء ما كان أحد يستنبط هذا هؤلاء حفاظ الدين وأمناء أبي على حلال الله وحرامه وهم السابقون إلينا في الدنيا والسابقون إلينا في الآخرة فكيف لا يعرفون أئمتهم أي هراء هذا نذهب إلى فاصل الوقت يجري سريعا ولذا طويت كشحا عن بقية الأحاديث هناك عدد مهم من الأحاديث كان في نية أن أقرأها عليكم بشأن زرارة وأمثال زرارة من رواة الحديث لكنني أرى الوقت يجري سريعا خلاصة القول رجل بهذه المنزلة هو مستأمن على دين الله والذي استأمنه باقر العلوم صادق العترة هذا أمين الأئمة على دينهم كيف لا يكون عارفا بإمامه وكيف لا يكون عارفا بسلسلة الأئمة المعصومين الأوصياء الاثني عشر أيه منطق هذا أقرأ عليكم رواية مهمة مروية عن زرارة في غيبة النعماني لابن أبي زينب النعماني المتوفى سنة ثلاثمائة وستين للهجرة وهو من خيرة علماء الحديث من خيرة علمائنا طبعة أنوار الهدى الطبعة الأولى قم المقدسة صفحة 347 إنه الحديث الثامن زرارة يقول دخلت على أبي عبد الله على الإمام الصادقي صلوات الله عليه وعن يمينه سيد ولده موسى لحظوا دقة التعبير موسى لم يكن الأكبر عبد الله هو الأكبر وإسماعيل كان أكبر من موسى أيضا إسماعيل أصغر من عبد الله وهو أكبر من موسى دخلت على أبي عبد الله وعن يمينه سيد ولده موسى وقدامه مرقد مغطى مرقد يعني مكانا قد نام عليه شخص فقال وقال لي يا زرارة جئني بداود بن كثير الرقي وحمران هذا أخو زرارة وأبي بصير ودخل عليه المفضل بن عمر شخصيات معروفة كلهم هؤلاء زرارة يقول دخلت على أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه وعن يمينه سيد ولده موسى وقدامه مرقد مغطى فقال لي يا زرارة جئني بداود ابن كثير الرقي وحمران وأبي بصير ودخل عليه المفضل بن عمر فخرجت فأحضرت من أمرني بإحضاره ولم يزل الناس يدخلون واحدا إثر واحد حتى صرنا في البيت ثلاثين رجلا فلما حشد المجلس امتلأ المجلس قال يا داود الإمام الصادق يقول لداود الرقي يا داود اكشف لي عن وجه إسماعيل هذا المرقد المغطى هو إسماعيل هذه جثة إسماعيل فإن إسماعيل ابن الإمام الصادق قد مات والإمام تعمد إحضاره الشخصيات الشيعية حتى يشهد وفاته وموته الإمام قال لداود الرقي اكشف لي عن وجه إسماعيل فكشف عن وجهه فقال أبو عبد الله الإمام الصادق يقول لداود الذي كشف عن وجه إسماعيل يا داود أحي هو أم ميت فقال داود يا مولايا هو ميت فجعل يعرض ذلك على رجل رجل يسألهم واحدا واحد يا مفضل يا أبا بصير يا حمران يا زرارة يا فلان يا فلان إسماعيل حي أم ميت يقولون من أنه ميت وبعد ذلك لما خرجوا البعض منهم قالوا هذه تمثيلية فإسماعيل لم يموت وإنما هو القائم بأمر الله وإلى اليوم الإسماعيليون وتأسست الدولة الفاطمية في شمال إفريقيا وفقا لهذا المعتقد البهرة اليوم والأغا خانية من الإسماعيليين هم على هذا المعتقد يا داود أحي هو أم ميت قال داود يا مولايا هو ميت فجعل يعرض ذلك على رجل رجل حتى أتى على آخر من في المجلس وانتهى عليهم بأسرهم كل يقول هو ميت يا مولاي فقال اللهم اشهد 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 على هؤلاء واشهد أني بلغتهم وأقمت الحجة عليهم بس الأعواج يبقى أعواج هذه الروايات فيها موعظة موعظة لهذه المجموعات من أمثال الخطابيين اللعناء من أمثال أتباع أحمد اسماعيل وسائر الفرق والمجموعات الأخرى فقال اللهم اشهد ثم أمر بغسله وحنوطه وإدراجه في أثوابه في أثوابه في أثواب كفنة فلما فرغ منه قال للمفضل يا مفضل احسر عن وجهه فحسر عن وجهه احسر الكفن فقال أحي هو أم ميت فقال ميت المشكلة كبيرة أحد أسباب هذه المشكلة في البدايات المفضل المشكلة كبيرة أحد أسباب المشكلة كان المفضل في بداية الأمر ولكنه بعد ذلك ترك الأمر بعد أن نهره الإمام نهرا شديدا الإمام كان ينهره والمفضل يتوقع من أن الإمام لا يقصد هذا بالضبط مثل ما يفعل الخطابيون التأريخ هو التأريخ المشكلة هي المشكلة قال اللهم اشهد عليهم ثم حمل إلى قبره حمل إسماعيل فلما وضع في لحده قال يا مفضل اكشف عن وجهه التركيز على المفضل كما قلت لكم لأن المفضل كان له أصبع في بداية الأمر في هذا الموضوع يا مفضل اكشف عن وجهه وقال للجماعة أحي هو أم ميت قلنا له ميت فقال اللهم اشهد واشهدوا فإنه سيرتاب المبطلون يريدون إطفاء نور الله بأفواههم ثم أومأ إلى موسى الإسماعيليون يسخرون من إمامنا الكاظر هؤلاء الإسماعيليون الذين يستقبلون بالأحضان بسبب الأموال التي يدفعونها إلى رجال الدين هؤلاء حينما يذهبون إلى بغداد في العراق يسخرون من إمامنا الكاظر ويذهبون إلى بغداد في العراق يسخرون من إمامنا الكاظر بل يلعنونه لأنهم يعتبرون أنه يدعي الإمامة باطلا فقال اللهم واشهد واشهدوا فإنه سيرتاب المبطلون يريدون إطفاء نور الله بأفواههم ثم أومأ إلى موسى والله متم نوره ولو كره المشركون ثم حثونا عليه التراب زرارة يقول ثم أعاد علينا القول فقال الميت المحنط المكفن المتفون في هذا اللحد من هو قلنا إسماعيل قال اللهم اشهد ثم أخذ بيد موسى وقال هو حق والحق منه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها هذا الحديث عن زرارة وفي كتبنا فكيف لا يعرف الإمام الكاض هذه الواقعة بكل هذه التفاصيل الخطيرة يرويها زرارة وزرارة أحد أبطالها أحد الموجودين في ذلك المجلس بودي أن أقرأ الحديث مرة أخرى لكنني لا أجد وقتا كافيا الذين خالفوا إمامنا الصادقة تسلط عليهم شيطان هم الذين سلطوا الشيطان على أنفسهم أقرأ عليكم من أصل من أصولنا القديمة هذا الأصل مكتوب زمان صادق إنه أصل زيد النرسي وأنا أقرأ عليكم من مجموعة الأصول الستة عشر هذه الطبعة طبعة دار الحديث إنها الطبعة الأولى ألف أربعمية وثلاث وعشرين هجري قمري قم المقدسة صفحة مية وسبعة وتسعين رقم الحديث مية وثمانية وستين برواية زيد النرسي هو صاحب الكتاب عن إمامنا الصادق الصادق يقول إن شيطانا إن شيطانا قد ولع بابن إسماعيل يتصور في صورته هذا بعد موته بعد موت إسماعيل يتصور في صورته ليفتن به الناس وأنه لا يتصور الشيطان في صورة نبي ولا وصي نبي فمن قال لك من الناس إن إسماعيل ابني حي لم يمت فإنما ذلك الشيطان تمثل له في صورة إسماعيل أي فتنة هذه جرها هؤلاء على أنفسهم الحكاية هي الحكاية حكاية أتباع أحمد إسماعيل حكاية أتباع كمال المهسوي حكاية أتباع الأخرين هي هي حكاية الشيطان حكاية الشيطان وقت الحلقة صار طويلة كان في نية أن أفتح هذا الموضوع لكن ني سأجد فرصة أخرى كي أفتحه وكي أحدثكم عن هذه التفاصيل حكاية خطيرة أن المفضل له حصبع في هذا الموضوع هذا هو واقعنا نحن الشيعة جميعا من دون استثناء المتكلم قبل سامع حياتنا كلها عثرات النجاة أن نلجأ إلى إمام زماننا الجواز هو العقيدة السليمة إنني أذكركم بمجموعة حلقات أعرف إمامك أعرف إمامك أتمنى أن يكون الجواب على الأسئلة التي وردتني وعلى الرسالة اللندنية التي قرأتها عليكم أتمنى أن يكون الجواب موفقا ونافعا نلتقي غدا إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله أمان الله